علشان تستثمر حاول تفهم ان الادخار غير الاستثمار بالعكس لو انت بتتدخر مثلا كل شهر 100 دولار فانت على اخر السنة باع معك 1200 دولار بعقش لو انت بتستثمر كل شهر 100 دولار فانت بيكون على اخر السنة احتمال يكون عندك ما بين 1400 دولار الى 1600 دولار العام اللي بعده بيكون اضعاف لان انت بيحصل عندك تركم تركم كل شهر تقريبا بتعمل حوالي 10% فما اقل بحاجة بسيطة تمام فانت لو انت بقى بتتدخر الفلوس عمرها ما حزيد على اللي انت بتحطه في البنك لكن لو انت مشتثمر الفلوس بتزيد نتيجة حركة السوق في اوقات حركة السوق بتكون 30-40% لكن المتوسط بيكون 10% 10% ده المتوسط المعروف بالنسبة للسوق طيب يبقى انا بدل ما انا اتدخر حستثمر طيب انا حستثمر في ايه ممكن عندك الدهب الفضة العملات اه اللي هي الدهب الفضة عملات اه بتكون سباك ما تكون شهري حاجة كمان ان من ممكن عقارات من ممكن اه واحنا بنتكلم في العقارات بقى بنتكلم في اراضي محلات بيوت شوف نفسك انت طيب ممكن اسهم ويفضل لما تجي تدخل في الاسهم ادخل في السندات ليه السهم لو هو واقع او هبط اه انت كده فلوسك نزلت لكن السندات بيبقى مجموعة اسهم محطوطة في سند من السندات زي مثلا ال S&P 500 فدولت عبارة عن خمسمائة شركة تمام من امريكا كلها في التكنولوجيا خمسمائة شركة دولت في قلب بعض محطوطين في سند واحد فلو واحدة منهم واقعت او عاشرة حتى المجموعة الكبيرة الباقية بتشيل السند دوت اللي هو الاندك فهو ما بيحصلس ان هو يهبط كله مرة واحدة فما بياخد شفلوسك كله بيهبط او لو نزل بيبقى حاجة بسيطة بعكس لما يبقى ساهم واحد فانت كده بتحط فلوسك كأنك بتحط فلوسك في في زي ما بيقولوا في سلة واحدة طب لو انا حطيت مجموعة اسهم لازم تكون دارس الاسهم ديت انا مسلا يفضل ان هي تكون حاجات طبعة التكنولوجيا او الادوية خلاص التكنولوجيا او الادوية عشان خاطر اه اللي اتنين دولت مهمين جدا وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه دوته في المشتقبل يعني طيب اه الاكل برضو ممكن تحط فلوسك برضو فيه اشهم الاكل اه والشرب طيب اه لان ما فيش حد بيبطل اكل وشرب تمام فيبقى احنا كده عايزين نستثمر فلوسنا فيه حاجات تانية كمان فيه برضو اه يعني احنا اتكلمنا عن معادن وكده وبرضو برضو برضو ممكن عملات ممكن عملات رقمية كمان ممكن عملات اه مثلا انت ببلد اه عملة بتاعتها ضعيفة ممكن تشتري مثلا دولارات يورو اه استرليني كده برضو ممكن ده تحاجة من حاجات فيه ناس بتستثمر فيه الساعات فيه ناس بتستثمر فيه اللوحات تمام فيه ناس بتستثمر فيه اه الانتيج بشكل عام خلاص بيجيبوا حاجات طوابع قديمة عملات قديمة اه لوحات قديمة عرضيات قديمة كده شوف انت نفسك انت شاطر في ايه وبتفهم في ايه وبرضو ممكن انت تستثمر فيها فدي أفكار أفكار عشان خاطب تزود من فلوسك لكن فلوسك تتحط كالدخار القيمة بتاعت الفلوس بتقل مش بتزيد لكن انت لما بتحطها في الاستثمار الفلوس بتاعتك بتزيد فتخيل مثلا 1200 دولار انت هتحطوهم كل سنة لو انت بسط على عربة المشترات بتاعت السنة دي هتلاقيه أقل من عربة المشترات بتاعت السنة اللي فات لو خبالك من اللي بيحصل والسنة الجاية هتكون أقل لأن في تدخل مالي فكل سنة حاجة بتزيد أسعارها بتزيد حتى لو انت حطيت فلوسك في أسهم لو هي أسعارها بتزيد بقى انت في صلحك مش ضدك ولازم حاجة كمان تحط فلوس اللي انت تقدر تستغنى عنها يعني مثلا شوف نفسك تقدر تحط 10% في الصهر 5% 3% 1% مش مشكلة اسمك برضو مش تسمير تقدر تحط أكتر ممتاز ما تقدرش يبقى حاول على قد ما تقدر تحط ولو حاجة بسيطة كل شهر لكن أنا لا أنصح بالادخار لأنه عمره ما هيخدم محفظتك أو فلوسك أو هيخدمك يعني من معنى صح لكن هيضرك لكن استثمار دايما بينفعك بتوفي يا جماعة